الى مضوع اخر وبعد نجاح مخطط القضاء على ظاهرة التهريب في البلديات السبع الحدودية بتلمسان تواجه السلطات اليوم تحدي خلفات هذه الظاهرة انعكست على شباب المنطقة الذي يعانونها ازمة بيطالة خانقة رغم المؤهلات التي تحوز عليها هذه المناطق تفاصيل في تقرير من مسعودية البديل كلمة تتردد على لسان كل من تلتقيه هنا بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان فبمجرد القضاء على ظاهرة التهريب التي ول زمانها وجد اغلب الشباب انفسهم نحو مصير مجهولة فالبطالة مست نصف عدد السكان بكثيره كنا عايشين هنا الشباب كانوا عايشين بالتهريب واليوم التهريب ما كانش قضاوا عليه السلطات العليا والبادل ويراه دروك الشباب غادي تهود معايا القرية دروك للقواه غادي تشوف العجب الشباب صاي كرهو ومثل 12 البادل منطقة منعديمة مصانع منصب الشغل منعديمة الشباب كم هائل من الشباب رهي يعاني البيطارة في هذه المنطقة بلدية مسيرد الفاقة احدى البلدية الحدودية التي تحوز على مؤهلة سياحية فلاحية وحتى اقتصادية بامكانها امتصاص البطالة لدى الشباب لكن حال المنطقة يختزل في هذا المصنع الصغير لصناعة الفخارة الذي تحول الى خراب في الوقت الذي كان يوظف عشرة العمال سنوة الثمانينيات مخلفة ظاهرة التهريب مخلفة كبيرة وكبيرة جدا يعني النتائج تحنا نتائج نتاحها رانا نلمسها حاليا يوميا يجيون الشباب يشكيوا يجيون الحاجة اللولة اللي يجيوا يشكيوا عنها وهي الخدمة وضعية كاريتية ونعطيكم مثال واحد أننا ما عندناش طلوته تسارفيس مخطط تشديد الخناق على الحدود كان من نتائجه القضاء على ظاهرة التهريب فهل ستنجح السلطات مرة أخرى في تجسيد برامج التنمية بهذه المناطق على أرض الواقع